هل تقول المرأة آمين بعد الانتهاء من الفاتحة خلف زوجها؟ نعم خلف زوجها تقول وترفع صوتها لا إشكال أما المنى إذا كانت في حطرة الرجال وأصلا المرأة في حطرة الرجال تكون بعيدة وعلى الغالب لا يسمعون صوتها لأن صوت الرجال سوف يغطي على صوت النساء وفي زمان نبقى في مصليات أولا بنسمع صوت فيه لو بصرخي نصرخ ما حدا دار عنه هسا صارت كلمة آمين بتقول لك بلاش أطلع صوتي طب أنت تقول نهارك صوتك طالع والأذهب والأمر اللي بسجلات لطالعات لعالتيوب والنسوان قال وعظات لا إلا الله قلت الحيا الله قلت حيا على آخر الوحد توقف قدام ما حدا بيعرفها وصلت لمرحلة تخاطب الرجال وتتكلم وتوعظهم قال بتعطيك إرشادات يا أيها الرجال يا سلام الله لا يفلح قومي والوامره اشتركوا في القناة